قالت الحكومة المحلية في شانغاي إن 51 مصاباً بمرض كوفيد-19 توفوا في المدينة في الرابع والعشرين أبريل ارتفاعاً من 39 في اليوم السابق. وسجلت شانغاي المركز المالي والتجاري في الصين 16,983 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض انخفاضاً من 19,657 في اليوم السابق. وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالية عدد الحالات الجديدة التي ظهرت عليها أعراض بلغاً 2472 ارتفاعاً من 1401 في اليوم السابق. وتكافح شانغاي حالياً أكبر تفشي على الإطلاق لكوفيد-19 في الصين. وقد سبق أن قامت السلطات التي تكافح هذا التفشي حواجز من الشباك المعدنية أمام بعض المباني السكنية. مما أثار غضباً عاماً جديداً بشأن إجراءات الإغلاق التي أجبرت الكثير من سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليوناً على البقاء في منازلهم.